اشتركوا في القناة فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك للأسف الشديد حتى المسلمين وقعوا في ذلك كل واحد عين نفسه حاكم وجلاد على أخيه المسلم فإذا قام عاصي من المسلمين بمعصية يجب أن ننكر المعصية ولكن لا نلقي بالعاصي في النار والحقيقة أنه ما فيش قاعدة ثبتة فقد يتوب العاصي من الذنب قبل أن يموت وقد يبترين الله بذنب نموت عليه ومن أقوال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا كلا أيها اليهود ليس الأمر كما تظنون وإن كان دخول الجنة بالأمان فلن يدخل النار أحد قال الله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قل أيها الرسول لليهود الذين يدعون أن الجنة خاصة بهم لزعمهم أنهم أولياء الله من دون الناس وأنهم أبناء الله وأحباؤه إن كان الأمر كذلك فدعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم بالموت إن كنتم صادقين في دعواكم ظل اليهود يكذبون ويكذبون ويكذبون حتى ظنوا أنهم على حق ومن دونهم على باطل فبادر للحق ولا تكن من المعاندين قال فضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه أراد الله عز وجل أن يفضح اليهود أمام أنفسهم وأمام العالمين فإيمان اليهود غير صحيح فلهم إيمان خاص تجد أنهم عدلوا في التوراة وبدلوا في التوراة واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ولم يفعلوا ذلك عن جهل أو قلة معرفة لا بل يعلمون أنهم بدلوا وغيروا ويعلمون أنهم نسبوا إلى الله كلاما زورا وبهتانا فكان لابد من فضيحتهم أمام الناس بالدليل القاطع فجاء الرد الإلهي من فوق سبع سماوات إن كانت الدار الآخرة خالصة لكم يوم القيامة فتمنوا الموت فلا حاجة للبقاء في هذه الدنيا فلتتمنوا الموت كما تمنى المسلمون الشهادة لتدخلوا الجنة وحدكم ومن أمثلنا الشعبية الجميلة قالوا الجمل طلع النخلة آدي الجمل وآدي النخلة فلتتمنوا الموت إن كنتم صادقين لم يجروا اليهود على تمني الموت ولو باللسان لعلمهم أن محمد صلى الله عليه وسلم على حق وأنهم على باطل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرضاه لو تمنوا الموت ما بقي على ظهر الأرض يهودي إلا مات نجد أن هذه الآية الكريمة من آيات التحدي لليهود في القرآن الكريم وفشل اليهود فيها بجدارة لم يجر أحد من أحبار اليهود على تمني الموت لا بالقلب ولا باللسان وعلموا أنهم لو تمنوا الموت هلكوا للأسف الشديد كتير من الناس لما بتقبلهم مصيبة أو ضر بيقول يا رب خدني يا رب موت واستريح والكلام ده غلط تماما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنينا أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليكل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا جزاكم الله صلى الله عليه وسلم 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 اشتركوا في القناة